مرسوم الصفقة العمومية اليوم سوف نرى المادة 33 و34 وأهم المستجدات اللي جاء فيها بخصوص العرض الأفضل اقتصاديا يعني كيف تكون في واحد الصفقة فبنسوح نحن نخسر العرض اللي هو أفضل اقتصاديا ما هو المقصود بهذا العرض اللي هو أفضل اقتصاديا فقال لي أنه تقصى العروض المفرطة التي تتجاوز 20% من المبلغ التقديري من تكلفة الأشغال والخدامات والتوريدات يعني إذا كانت هذا العرض كيتجاوز 20% من المبلغ التقديري دي الأشغال اللي سنديره أو الخدامات أو التوريدات فهنا كيتم اقصاء صاحب أو هذا المتنافس أو العرض دي هذا المتنافس كذلك يتم اقصاء العروض المنخفضة بـ 20% من الأشغال و 25% من الخدامات والتوريدات يعني إذا كان قيمة العرض يقل بـ 20% بخصوص الأشغال ونحن نجد من بعد ونشرحه ما المقصود بالأشغال وشن المقصود بالخدامات وشن المقصود بالتوريدات فإذا كان العرض يقل بـ 20% في الخدمات الأشغال أو في الأشغال فهنا كيتم اقصاء هذا العرض وإذا كان يقل بـ 25% في الخدامات والتوريدات فحتى في هذه الناحية يتم اقصاء هذا العرض فنعدد إذا كان العرض يجاوز يعني أن العرض يكون مفرد بـ 20% من المبلغ التقديري على الأشغال والتوريدات فهيجبه لذلك يقل عرض يعني ليس خافض بـ 20% من الأشغال يعني إن كان الأشغال يعني إلي كان لذلك من اللجف العرض فالعرض افضل من التامل المرجعي هو العرض اقرب بتفريض من التامل المرجعي اذا لم يكن في العرض اقرب بنافراد أن العرض الذي نختاره دون هل سerez الدول disgusting وقريب التامل المرجعي يعني سيكون اقراب هذا التامل من هذا المرجع وما تردو من الطلبة guitar اذا لم يكنructured فالعرض الاقرب بافراد يعني إلا ما كان شهدك العرض أقرب بسفرين فغادي يكون بيانسيوغ العرض اللي هو أقرب بإفران